أنا بقرم المقالب كذا تسمح لي بقتبس من المقالب ذكرت فيه أن اليوم نحن نشاهد صورا من المعاناة للمرضى مع المستوصفات الأهلية والمستشفيات الخاصة والصيدليات وشركات التأمين الطبي ومتاجر الأجهزة الطبية بل ومع بعض طباء القطاع الخاصة الذين اتخذوا مهنة الطب الإنسانية الشريفة مطية لتحقيق كسب مادي أو شهرة بغير حق ولا علم ولا تخصص أو حتى مع بعض طباء المستشفيات الحكومية الذين يتركون مرضاهم وعياداتهم وغرف العمليات للخروج إثناء الدوام الرسمي للمستشفيات خاصة بحثا عن مزيد من الكسب غير النظامي ولا الحلال أو من بعض صيادلة السوق من يروجون الأصناف الغالية ويخفون الشبيه الأرخص كل تلك الممارسات تعتبر تعديا على حقوق المريض أنا متفاجئ أستاذ محمد إذا كان إذا كنت أنت تستطيع اليوم بصد كل هذه الممارسات ضد المريض ألا يعقل اليوم أنه في جهات يعني تتابع كل هالأشياء هذه وتشوفها ولا الجماعة شايفين وغضين بصر لا لا شوف ولا ما نظلمهم بس شايفين لكن الشيء أكبر من الرقاة الرقابة لا زالت بمستوياتها السابقة وزارة الصحة فيها إدارة يعني للالتزام ومع ذلك لا طبما التزموا ولا سوت هذه شيء إلا الحمد لله والفضل يعود إلى الله ثم هالبرنامج إثارة الموضوع والآن مجلس الوزر أصدر فيها ضوابط تتكلمني عنها مع الأخ مفرح في حلقة سابقة فالشكل الكبر من الرقعة هذه نقطة الشيء الثاني أنا أعطيك مثال بالعكس اسألني وأحرجني بما تريد طرح يعني لما وزارة الصحة أو يعني أحد الجهات اللي جان في الصحة منعت الأطباء الجلدية من إجراء عمليات تخفيف الوزن وقص المعدة والشياء هذه اللي مهم مجالهم وتخصصهم ثارت ثائرتهم وقاموا يشتكون وفي الإعلام ويتكلمون إلين بدأ يعني شوي يعاد النظر في القرار ففيه يعني ضعف وفيه ضغوط لا فيه لوبي أنا أفهم من كلامك المقوي اللوبي هذا موجود من زمان بس ما هو بوقته وقتنا هذا وقت العزم والحزم وقت مكافعة الفساد على أعلى المستويات يعني اللوبي هذا قادر على أنه يخلي وزارة تتراجع عن قرار ما هي تتراجع بس تعيد دراسته أنحرجه وعنه واضح جدا واضح القرار شيء مو بتخصصك عملية ليست في ضمن تخصصك فهذا بس مثال ترى يعني ما هو بأ لكن زي ما قلت لك